اشتركوا في القناة اليوم عندنا حدث مهم جدا اللي هو انتقال الشمس من السرطان للأسد وقبل ما نوصل رح نذكر كل الآثار وتأثيرها على جميع الأبراج بفترة الشهر القادم بالنسبة للقمر اليوم موجود بالأسد في منزلة الزبرة هي منزلة الربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يستمر القمر موجود فيها حتى ساعات الظهر القمر لما بنتقل بنتقل لمنزلة الصرفة بعد ساعات الظهر وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح الإصلاح بين الشركاء أهم شيء وثبات الموظفين طبعا حكينا أن الشمس لما تكون موجود بالأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلينا أما بالنسبة للزوايا فطبعا في زوايا احنا ذكرناها بالأمس اللي هي أول زاوية زاوية تثليث إيجابية واحنا رح نحكيها لأنه الوقت بيجي ما بعد الحلقة وعشان هيكي منعود نرجع من عيدها مرة ثانية على أساس نوع من أنواع التأكيد على التأثيرات من بداية الحلقة لغاية اليوم الثاني طبعا زاوية التثليث هاي إيجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة اثناش وسبعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل هاي الزاوية بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار ببدأ الساعة اثناش وسبعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة داعش وتسعة وثلاثين دقيقة قبل منتصف الليل أي قرابة تقريبا ثلاث وعشرين ساعة هذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني هذا يوم كامل منحسبه من منتصف الليل منتصف الليل خلو المسار طبعا اللي رح يصير فيه فترة خلو المسار هو انتقال الشمس لبرج الأسد وهاي لها كثير من المعاني أول إشي انتقال الشمس من السرطان إلى برج الأسد هذا كل شهر بنتقل من برج لبرج رح يكون الانتقال هذا الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يمكث فيه حتى تمام الساعة ثلاثة واربعة واربعين دقيقة بعد عصر يوم اثنين وعشرين ثمانية يعني شهر كامل وجود الشمس في الأسد ببعث على جو دافع عاطفي ومالي واجتماعي نجد الناس من حولنا أكثر رغبة في الاستمتاع بمباهج الحياة وأكثر كرما في تعاملهم مع الغير بيستفيد من وجود الشمس في الأسد عدا موليد هذا البرج يعني غير الأسد موليد الأبراج النارية الأخرى زي الحمل والقوس والجوزاء والميزان وأقلهم بالحضوظ بكون هو الدلو على عكس أنه أكثر المتضررين هم موليد برج العذراء لأنه طبعا الشمس موجود في بيت متاعب هم بدأتكون لما بيكون في الأسد على اعتبار أنهم بالفترة هاي بيجتازوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا صحيح بتدعمهم على مستوى الشراكة ولكن بيكون عندهم ضغط على المستويين اللي احنا ذكرناهم البرج الثاني اللي رح يتأثر برضو بشكل سلبي هو برج الحوت بالفترة هاي بيتراكم العمل عندهم أكثر من المعتاد وبتتعرض صحتهم لبعض المتاعب يعني بيبعنا آخر عندنا العذراء درجة أولى عندنا الحوت درجة ثانية عندنا الدلو درجة ثالثة هدولة أكثر الأبراج اللي رح تكون متضررة خلال هذا الشهر لوجود الشمس في الأسد تأثير على كافة الأبراج ورح نذكرها بالترتيب كل برج إيش الأشياء اللي رح يتميز فيها خلال فترة هذا الشهر يعني بتقدروا تعتبروها هذه أساس توقعات الشهر إلى كل برج أو الأشياء اللي رح يتركز عليها كل برج بالفترة هاي طبعا الحمل بيجتازوا موليد هذا البرج فترة إيجابية عاطفية ومالية وممكن للنساء الدخول في الحمل بالفترة هاي الثور بينصب اهتمامهم حول تنظيم مصالحهم البيتية والعقارية والعائلية الجوزاء بينشطوا في أمور الإعلاقة بالسفر القصير والاتصالات والدراسة وخصوصا الإبتدائية والثانوية ومنهم ممكن يشتري سيارة أو جهاز تليفون بالنسبة لبرج السرطان بتتاح الفرصة لهم لمكسب مالي من عمل إضافي وممكن يستردوا مال بعود لهم الأسد هم أكثر المستفيدين لا سيما صحيا وبتوخذ شعبيتهم دفعة إلى الأمام طبعا تحسن اللي راح يصير على الأسد مش فجأة أول ما تدخل كل برج الأسد يشعر بالتحسن هي بالتدريج بتصير الضغوطات تخف وتحل محلها أشياء إيجابية تدعمهم لأنه من الآن تبدأ هي سنة برج الأسد عشان يكما نقولهم كل عام وانتو بخير العذراء بيدخلوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا يجب أن ينتبهوا لغذائهم وراحتهم الميزان بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أصدقاء جدد العقرب بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل وبدعموا مراكزهم الاجتماعية القاوس بينشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والدراسة الجامعية منهم ممكن يتابع قضية قضائية الجدي تتاح الفرصة لمكسب مالي من تركي أو شراكة أو تعويض الدلو بيعززوا شراكتهم المالية والعاطفية ولكن زي ما حكينا أن القمر مقابلهم فبيسحب من طاقتهم بدهم ينتبهوا صحيا ونفسيا الحوت بيتراكم العمل عندهم وبدهم ينتبهوا لصحتهم يعني الضغط رح يكون على العمل وعلى الصحة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال اللي هي بعد انتقال الشمس هي زاوية تزديس برضو من البطيئات زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وأورانوس رح تكون في تمام الساعة يعني ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من باشر بننشط بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت ممكن انكم تعززوا قدرتكم العقلية فبيسهل عليكم حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحد والموجودة عندنا أما بالنسبة للقمر طبعا بساعات المساء اللي هو قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيش الساعة 11.39 دقيقة قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيش بنتهي خلو المسار فبكون القمر استقر في برج العذراء يعني بمعنى آخر هذا آخر يوم ضاغط على موليد برج العذراء من ناحية القمر وبالنسبة طبعا حكينا أنه خلو المسار اليوم من أي ساعة لأي ساعة عمر القمر القمر الهلال الجديد يومين في تمام الساعة 14.16 دقيقة صباحا بيصير ثلاث أيام نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان ورح تنتقل للأسد حتى يوم 22.08 المزاج اليوم بس ممتزج بعدين بده يصير سعيد القمر في الأسد بده ينتقل للعذراء لغاية يوم يوم 22 اللي هو اليوم يعني برضو رح بكرا نذكره في حلقة 23 المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5.08 المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7.08 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9.09 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12.09 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.09 مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15.08 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح تنشحنه بطاقة إيجابية عالية جدا رح تحس أنه في تغييرات كثيرة إيجابية نفسيا ماليا نشاطيا أو بالنشاط بالحركة بالمخططات بسرعة البديهة الأعمال الكثيرة اللي بتكون متركزة عندكم كلها بتكون رغبة عندكم لإنجازها بيكون في عندكم نظرة متفائلة اتجاه الجنس الآخر والجنس الآخر برضو أنتوا بتلفتوا انتباههم بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء جيدة على المستوى المالي بتدعمكم في بعض المسائل بتفتح لكم بعض الأشياء الإيجابية ممكن اليوم تحصلوا على مكاسب مالية أو تهتموا ببعض التحصيلات أو الحسابات أو الأشياء المالية في منكم ممكن يحصل على هدية بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم ولكن الأهم إنكوا تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمكم بقوة على مستوى الحركة والنشاط والاتصالات والتواصل عندكم سرعة بديهة عالية بتقدروا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم خلال هذا اليوم برضو عندكم رغبة جدا للانطلاق لتغيير الجو للزيارات للحركة بكل أنواعها بالنسبة للبيت الرابع بدعمكم على مستوى البيت يعني أصبحت الآن الأجواء إيجابية بتعزز من علاقاتكم المنزلية بتعطيكم قدرة على التواصل على الحوار العائلي على النشاطات اللي إلها علاقة بالبيت والعقار والاهتمامات المنزلية بشكل أكبر برضو بتفتح بعض المجالات الإيجابية على مستوى إصلاح بعض الأخطاء اللي كانت بالفترة الماضية بطريقة التواصل ما بينكم وبين أفراد العائلة يعني الأجواء إجمالا بتكون إيجابية على المستوى بيت الرابع أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء طبعا اليوم هي جيدة بسبب وجود القمر وانتقال الشمس فعشان هيك أول موليد الحمل هم اللي رح يشعروا بالقوة العاطفية فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولة فعشان هيك الأجواء كلها من القمر إيجابية على كل موليد برج الحمل ومن الشمس على فترة العشرية الأولى هم أكثر ناس بحسوا بطاقة الشمس وإيجابيتها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا برضو تعطي شوية إيجابية مش هالإشي الكثير ممكن تضغطك في بعض المسائل على مستوى العمل تظهر بعض مشاكل العمل ممكن تحاول تعالج أو تحل مسألة إلها علاقة بالعمل أو يكون لك مراجعات إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالأدوية أو تهتم بصحتك أكثر أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة شوي يعني من نقدر نحكي إنه روتيني صحيح إنه هو إيجابي يعني بدعم من علاقتكم بينكم وبين شركائكم بيعمل تواصل جيد ما بينكم بين الأزواج تحديدا بيفتح بعض الأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم تنشط فيها برضو بتكون لصالحك ولكن الأيام القادمة بتكون أحسن وأحسن أما بالنسبة للبيت الثامن فالنشاط أكثر إشي رح يكون على مسائل لها علاقة بالديون أو بالقروض أو بأمور لها علاقة بيعني حل مسائل مالية متعثرة ممكن تجد بعض الحلول اليوم أو تطالب باسترداد بعض الأموال اللي إليك أو تهتم ببعض المسائل اللي بتاعتمد على الدوائر المالية زي البنوك والضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتشجعك على الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل أو قضايا قانونية أو تعليمية بتفتح لك مجالات جيدة بتعزز من قدرتك من ذاكرتك من فكرك ممكن تتلقى اتصال من خارج البلاد ممكن تهتم بمسائل لها علاقة إما بالتنقلات أو بالسفر أو بالترحيل أو بأشياء من هذا النوع أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء شوي يعني على بيت السمعة بتكون ضغطة شوي فيعني ما زالت فيه نوع من أنواع الضغوط وخصوصا العشرية الثالثة هدولة أكثر ناس بدهم ينتبهوا ما يخالفوا القوانين ما يدخلوا بأعمال مشبوهة ما يجازفوا بسمعتهم بالنسبة للعشريتين الأولى ممكن يهتموا بمسائلها علاقة بالعمل أو يكون فيه علاقة ما بينهم وبين زملائهم بالعمل أو تعزيز أشياء إيجابية بتدعم من علاقتهم في مكان العمل في منكم ممكن يستفيد لو غدم لعمل جديد أو يهتم بمؤسس كبير يحب يعمل فيها أو يتدرب فيها برضو هاي أجواء إيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم من علاقتك ما بينك وبين الأصدقاء فاليوم بتنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية أو اللقاءات أو حضور بعض المناسبات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور مناسبة أو فرح أو لمة مثلا ممكن ترافق بعض الأصدقاء في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة حاول تكسر حاجز الوسوسة والخوف والتراخي أطلع من هذا القالب ممكن اليوم تنجز أشياء كثيرة وتكون الأمور لصالحك بشكل كبير فالأجواء جيدة وتدعمك بقوة على مستوى العمل على مستوى الصحة حاول أنك تهتم برضو بصحتك برج الثور طبعا بالنسبة لليوم الأجواء أصبحت أحسن شوي برضو نفسيتك صحيح أنه في بعض الضغوطات أو التقلبات بالمزاج أو بتحس بنوع من الارتخاء أو بعض التقلبات اللي إلها علاقة بالصحة ولكن إجمالا تقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وبتقدر تنجز كثير من الأمور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية فبتحقق اليوم بعض الإنجازات الجيدة بتفتح لك بعض الفرص الممتازة ممكن أمور إلها علاقة بمستردات مالية مال بجيك من عمل إضافي ممكن أنت مدين أشخاص ترجع فلوسك أو الطالب فيها ممكن تجيك هدية أو هبة أو مساعدة بخلال هذا اليوم يعني الأجواء إجمالا على الوضع المالي فيها أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث فهي بتفتح مجالات على مستوى الاتصالات والحوارات والرغبة بالتواصل والدراسة والبحث وبرضو على مستوى التواصل أو التنقلات هاي كلها إيجابية ممكن يكون لك اليوم تعامل برضو مع أخ أو جار في حل مسألة معينة سرعة بديهتك عالية ونشاطك عالية يعني الأجواء على المستوى البيت الثالث كلها تقريبا إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا النهار بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف الإضافية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي خلال اليومين هدول لأن الشمس في مراحل انتقال العذراء مضغوط كثير بسبب وجود الشمس في بيت المتاعب فهذا كل ياته بضغطك لأنه هذا هو بيتك الخامس فممكن يسبب لك بعض الخلافات أو الحدية أو التقلب بالمزاج أو الاستياء من أحد الأحبة اللي هو بتيجي على مستوى الحبيب العاطفي وعلى مستوى أحد الأبناء وعلى مستوى أحد أفراد العيلة كأب أو أم فالأجواء شوي بتسبب نوع من أنواع الضغط فأهم شيء بالفترة هي ما تعتمد على الحضوض وما تجازف بنزواتك أو خروجاتك بالفترة هي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات بما يتعلق في أمور العمل يعني بتلفت الأنظار اليوم بنشاطك عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام والأعمال خلال هذا اليوم ولكن المربك هو الوضع الصحي إما بتهتم بصحتك بشكل مبالغ فيه أو بتتشكوا من بعض الآلام بشكل مبالغ فيها أحاول إنك ما تتوسوس وما تدخل الأوهام لراسك في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا بنقدر نحكي إنه فيها يعني نوع من أنواع التواصل الجيد اللي بيقارب ما بينك وبين شركائك أو ما بين بينك وبين الأزواج ممكن تحل مسألة معينة بتتعلق في مشكلة أو تتناقش في مسألة معينة ولكن حاول إنك أنت ما تعصب ممكن يكون لك اهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك على مستوى كثير من الأشياء اللي إلها علاقة بالتنقلات بقصد تحسين الوضع المالي أو مطالبات مالية أو أموال مشتركة أو بنوك أو ضريبة أو تأمين كل هالأمور بتنشط على هذا المحتوى وممكن إنه يكون لك بعض الإنجازات الجيدة وخصوصا في حل بعض المسائل المعقدة المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ما بننحكي ضاغطة ولكن بتميل للروتينية أكثر ممكن تظهر بعض المسائل من خارج البلاد أو بعلاقتك مع أجانب أو فيكون في بعض الأشياء اللي شوي ممكن تسيء لك أو تسيء تستاء منها بالتواصل أو بالحدية بالطباع إذا عندك امتحان أو مقابلة اليوم دك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا يعني هي الأجواء الروتينية ولكن السلبية ممكن تظهر لسه لأنه بعض الزوايا لسه متشكلي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا جيدة بتدعمك بقوة وهي بتعزز من مكانتك في مكان العمل بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك وما بين رؤسائك بالعمل ممكن تحل بعض المسائل المعقدة خلال هذا اليوم ممكن تطلب المساعدة أو المشورة من بعض أهل الاختصاص أو في أي اختصاص أنت حابة تشاور فيه يعني إجمالا الأجواء بتكون دعملة إليك على مستوى بيت السمعة والعمل أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه برضو روتينية طريقة تعاملك أو تقربك من أصدقائك بتكون بشكل روتيني ما فيها الاندفاع الكبير أو الرغبة الكبيرة للاختلاط يعني بتقوم بالواجب اللي عليك فقط لا غير ممكن اتصالات اجتماعية أو اتصالات تقارب أو مجاملات اجتماعية بس هاي اللي ممكن تنشط فيها خلال هذا اليوم أو لقاء صديق أو اتفاق على مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط اللي بتسبب لك بعض الإرباكات عشان هيك إحنا قلنا العمل والصحة هم أهم نقطتين نتركز عليهم وهدولا شوي بيأثروا على التكاسل في إنجاز بعض الأعمال وممكن أنه يتراكم عندك العمل أو يكون فيه عمل كثير فتكون أنت متخربط مش قادر تركز بشكل جيد وبرضو بتأثر على التقلبات الصحية والتوترات الصحية برضو بدك تركز عليها بشكل جيد إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وإذا احتاج الأمر لاستشار الطبيب فما تتردد برج الجوزاء طبعا اليوم عندكم رغبة للتنقل والحركة والمجاملات والتواصل يعني يوم إيجابي بيدعمكم بقوة بعزز من ثقتكم بالنفس وقدرتكم على حل كثير من المسائل أهم إيش إنك تمسك حالك من العصبية وردات الفعل السلبية حاول إنك تنشط وإش حنحالك بطاقة إيجابية عشان تكون الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الأشياء المفاجئة على المستوى المالي بتنشط في بعض الاتصالات أو الحركة لتعزيز الوضع المالي أو الاهتمام ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ولكن الأهم إنه حاول إنك تمسك حالك من المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات بالفترة هاي لأنه شوي الأجواء بتكون مش لصالحك وخصوصا إذا صرفت فلوس ما بتعرف الفترة القادمة إيش مخبية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة بتحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بأمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت شوي يعني مش بالقوة الهائلة ولكن أنه شوي الأجواء بتساعدك في بعض المسائل في تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل بعض المسائل المنزلية أو تهتم ببعض التصليحات أو الترتبات أو الاهتمامات البيتية الأجواء تقريبا إيجابية بتدعمك في بعض المسائل بقوة خلال هذا اليوم ممكن تحل بعض المسائل المعقدة وممكن تهتم ببعض المسائل بشكل إيجابي اتدعم من قدراتك أو اتدعم من علاقاتك مع العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي يعني متقلب خلال هذا اليوم ولكن إجمالا بتشحنك بطاقة للتواصل مع الأحبة برضو رغبة بأمور عاطفية يعني عاطفتك شوي جياشة بتشجع من عملية الخروج والنزهة أو المرافقة أحد الأحبة أو الاهتمام بمسألة بتتعلق بأحد الأحبة زي الحبيب أو أحد الأبناء زي الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة فممكن تهتم ببعض مسائل العمل ممكن تتكاسل أو تتراخها في بعض المسائل أو بأمور العمل حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تستسلم وما تكسل برضو ممكن تهتم ببعض الأشياء التي تدعم من وضعك على مستوى عملك بعلاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل ممكن تهتم ببعض الأمور الصحية برضو أو أنك تراقب صحتك أو تشعر بالتعب ببعض الأوقات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت الشراكي بتقارب ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج ممكن تحل بعض المسائل المعقدة خلال هذا اليوم ممكن تهتم لنقاش معين أو لطلب دعم معين أو لحل مشكلة مثلا قديمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء مازل فيها نوع من أنواع الضغط على الأموال المشتركة وهاي بتضغطك على مستوى القروض والديون والأموال اللي ما بتعود لك وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالبنوك أو بالضريبة أو بالتأمين أو حتى بأمور إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والدورات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض الأبراق القانونية أو المعاملات خلال الفترة هاي أو تركز على حل مسائل شوي كانت معقدة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني على مستوى بيت السمعة نحكي إنها إيجابية بتدعمك بتعزز من علاقاتك وبرضو بتقارب من وجهات النظر بشكل جيد ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل ولكن الأهم إنك ما تخالف القوانين وما تتأخر عن دوامك وما تدخل بأعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني شوي فيه نوع من أنواع الانفعال أو العصبية خلال هذا اليوم أو الاستياء من أحد الأصدقاء أو من تصرفاته ممكن تنضغط في بعض المسائل أو تدخل بنقاشة حدي أهم إش إنك تمسك عصابك وما تحاول تندفع وتتهور أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة بتحمل بعض التقلبات هاي شوي ممكن تكون مزعجلة إلك ممكن شوي يجيك عمل بشكل مفاجئ ممكن تكثر الأعمال والانشغالات عندك اليوم ممكن يصير بعض التقلبات الصحية أو تهتم بوضع صحي بشكل مفاجئ إلك أو لا أحد الأحب برج السرطان يعني بدأت الأجواء تتحسن على المستوى النفسي بشكل جيد وهاي بتشحنك بطاقة إيجابية بتحل كثير من المعاكسات وبرضو في نفس اللحظة بتكون ملفت للانتباه بالفترة هاي عندك حيوية عالية وسرعة بديها عالية وقدرة على إنجاز كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه والشمس هيها بتنتقل من البيت الأول للبيت الثاني يعني بلشت الأمور الإيجابية تظهر على الساحة بشكل قوي بالفترة هاي أهم إشي إنه تكسب اليوم من الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لأسيما شراء حاجيات ثميني يعني بتكون تتفقدوها بشكل جيد وتعرفوا إنه هذا الإشي انتو بحاجته ولا مش بحاجته ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني داعمة على مستوى الحركة والنقاش والحوار ولكن بظهر بعض العصبية في بعض الأوقات حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تمنع حالك من التسرع ومن العصبية حاول تنتبه أثناء قيادة السيارة وتركز بشكل جيد ممكن اليوم يحمل بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارة أو بجهاز تليفون أو بإشي إلها علاقة بالإنترنت أهم إشي إنه أثناء تعاملك مع أخ أو جار امسك حالك من العصبية والحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل مسألة معينة بشكل جيد أو تعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل مناسبة معينة أو تقارب معين أو تواصل يكون إيجابي ويدعم من علاقتك أنت وأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط يعني ما أعطتك الإيجابية الكاملة لسه بدك يوم يعني كمان يوم بتصير الأجواء جيدة بتدعمك على المستوى العاطفي أو بتقارب الأجواء بشكل جيد ما بينك وبين الأحبة أو ممكن إنها تحسن أجواء سابقة أو تتراجع عن قرارات سابقة تتعلق فيك أو في الحبيب أو في أحد الأبناء أو في أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل وهذه بتحمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد أو القدرة على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وبرضو بتحمل بعض الأشياء المبشرة على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زال فيها بعض المشاحنات أو بعض الضغطات أو التقلبات من المزاج أو القلق عن بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة شراكة مالية أو شراكة ما بينك وبين الزوج يعني فيه تقلبات حاول إنك تمسك حالك قدر الإمكان وما تكبر الخلافة أو إنك تصاعد أو تصاعد الخلاف بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على مستوى الأموال المشتركة جيد يعني ممكن تحقق بعض النتائج الإيجابية وتهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون أو بالمستردات أو استحقاقات مالية ممكن تعالجها ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة ببيانات أو إلها علاقة بأوراق أو معاملات أو أشياء إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية تواصلك مع أشخاص خارج البلاد روتيني ممكن تركز على بعض المسائل العلمية أو تدرس مسألة معينة أو تهتم فيها ولكن بدك تركز بشكل جيد ما تحلل على حسب استنتاجاتك يعني نبت عادة بيعمل تعطيل أو بيخليك دائما تحلل بشكل سلبي وخصوصا هو بتراجع فعشان هيك ما تخلي الأوهام والأحلام أو تشطح بخيالك يزياد عن اللزوم لأنه شوية الفترة هي بدها نوع من أنواع التركيز والواقعية هي الأفضل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء من المريخ ممكن تضغط عليك في بعض المسائل اللي تجبرك لمخالفة القوانين أو لمخالفة بعض الإجراءات أو تتأخر عن دوامك أو تدخل بخلافات أو حدية بالطباع أثناء تعاملك مع زميل أو مع رئيسك بالعمل ممكن تنضغط من كم العمل أو تنشحن بطاقة يعني شوية تحس بحالي من التقلب بالمزاج أنه ما عندك قدرة على الإنجاز إشحن حالك بطاقة إيجابية بتتلاقي أنه العمل سهل ولكن هو بحاجة لدفعة أو لقرار منك فممكن تحقق إيجابيات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم من علاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء فممكن يحملك لقاء مفاجئ أو تقابل مفاجئ ما بينك وبين صديق فممكن التعامل هذا يعني زي دعوة أو لقاء أو حضور حفلة أو مناسبة أو مخالطة بمشروع معين تقريبا الأجواء إيجابية بالدعم من وضعك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فمنقدر نحكي أنه يعني الأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز كثير من الأعمال بتعزز من صلاحياتك بتعطيك فرص للعمل الجيدة بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة بتساعدك في بعض المسائل اللي إلها علاقة في المخاوف يعني بتكون خايف من أشياء فبتلاقي أنه لا تجيك إشارات أنه ما تخاف كمل والطريق مفتوح على إلك وبتساعدك في كثير من الأشياء إطلعت من الجو الضاغط إلى تقريبا حدود ثلاث شهور ضاغط عليك الآن بلشت الفترة الإيجابية فلازم تنطلق على أساس أنك تحقق منها كثير من المكاسب وتستفيد منها برج الأسد يعني بدأت الإشارات بالتحسن بدأت الطاقة بالنشاط باليوم هذا بتحس بنوع من أنواع التغييرات في بعض المجالات بشكل إيجابي صحيح أنه بشكل متصاعد الإيجابية أو الطاقة بتوصلك فعشان هيك اليوم ثقتك بنفسك بتكون أعلى بتكون مشحون متفائل حاسس أنه في أشياء جاي أحسن لو الدام بتلاقي التشاؤمية عندك بلشت تختفي شوي شوي الإحباطات بلشت تتلاشى شوي شوي بصير فيه فرص قوية في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي بس لسه المسائل المالية ما تحركت بالقوة ما أعطت الإيجابية اللي أنت بدك إياها بدأت كمان يوم بتصير التركيز على الوضع المالي يعني بتحقق بعض المكاسب اليوم ممكن تهتم ببعض المكاسب ولكن بتظهر بعض المصاريف أو الالتزامات أو القلق المالي بشكل كبير أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك والأشياء اللي أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والتواصل عندك قدرة على الإقناع عالية سرعة البديهة عالية برضو عندك أشياء إيجابية بالدعم من وضعك يعني تنشط بأمور العلاقة بالتنقلات والتواصل وإقناع الأشخاص بوجهة نظرك أو محاولة للترويج لشيء معين الأجواء برضو بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي أنه لسه فيها شوية ضغط اليوم إما مسئوليات أو مطالبات أو تظهر بعض المسائل اللي بتطلب منك التدخل ممكن تحل بعض المسائل اليوم أو تتناقش في بعض المسائل اللي بتكون بشكل جيد بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن لقاء أو اتفاق أو مناقشة أو تكون طرف أنت في حل خصومي أو نزاع أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على المستوى العاطفي جيدة بتقارب ما بينك وبين أحبائك ولكن مش بالطاقة الكبيرة الحظ بدعمك في بعض المسائل بساعدك في بعض المسائل ممكن تعملك نوع من أنواع التقارب أو التواصل الجيد ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل ومستوى الصحة فعشان هيك بتلاقي في بعض الأعمال بتتراكم عندك ما عندك قدرة للإنجاز أو تراخي في إنجاز بعض المسائل المطلوبة منك أو على مستوى عملك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنك تتجاوز هذه الضغطات أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي فما زالت الأجواء أو الزوايا اللي بتتشكل مع بيت الصحة موجودة فعشان هيك بتجيب بعض المفاجآت ولكن أنه بدأت تخف الأعراض مش زي بداية ما قبل شهر كيف كانت أو يوم الأسبوع كيف كانت أما بالنسبة للبيت السابع تقريبا ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة أو التواصل مع الشريك أو تتناقش في مسألة معينة أو هي توزيع مهام وصلحيات ممكن تستاء من بعض التصرفات أو القرارات أهمش أنك ما تصدر قرارات في الفترة هاي لأنه الفترة لسه ما أجت للمرحلة أنك أنت تصدر قرار وبعدين معروف الأسد أنه إذا طلع كلمة بعرفش يتراجع عنها فعشان هيك أدرس الوضع بشكل جيد يبل ما تتخذ أي قرار أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على مستوى الأموال المشتركة يعني في بعض الإيجابيات أو بتلوح بعض الفرص أو بعض الدعم ممكن يجيك مساعدات أشياء لها علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين اهتمام بتوظيف الأموال أو دراسة مشروع معين يعني الفترة هاي تقريبا بتدعمك بشكل إيجابي على هذا المجال أما بالنسبة للبيت التاسع فمنجد أنه في بعض الاندفاع أو بعض الرغبة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع العلاقات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو علاقات جديدة أو معارف جدد بدخلوا لحياتك بالفترة هاي بشكل إيجابي ممكن تحل بعض المسائل الخارجية أو تعاون أنت وبعض أشخاص أو تهتم بمسائل الهلاقة بعلم معين أو بحث عن مسألة معينة أو الإطلاع على بعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو الاهتمام فيها بالفترة هاي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا تحمل بعض الإيجابيات على مستوى بيت السمعة صحيح أنه شوي فيها نوع من أنواع التقلبات ولكن إجمالا بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز من علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ولكن الأهم عشان المفاجآت حاول أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تندفع وما تتهور بالفترة هاي بخلافات مع من ذكرنا لهم الزملاء ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العلاقات والمعارف والأصدقاء وعلاقات جديدة أو بتنشط في الأمور اللي إلها علاقة بالصداقات يعني بشكل قوي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة حافلة بالمفاجآت ممكن تنشط ببعض المسائل أو تحل بعض المسائل المعقدة اللي إلها علاقة بالعمل أو رغبة أو سرعة بديها أو أفكار جديدة لتطوير مسائل إلها علاقة بالعمل وبرضو بتعملك نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي اللي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج العذراء طبعا بالنسبة للوضع النفسي عندك الفترة هاي أنت شوي مضغوط اليوم برضو مضغوط بكرة الأجواء بتصير أحسن ولكن اليوم حاول أنك يتمشي الأمور بطريقة روتينية على المستوى النفسي أنت بتحس ببعض التعب أو بتشعر ببعض التقلبات والمزاج بعض الحيرة بعض المسائل متوتر أو من بعض الأشياء في عندك نوع من أنواع العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تنشط ببعض المسائل المالية أو الأفكار المالية أو تطوير وضع مالي معين أو حل مسائل مالية معينة خلال الفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالمطالبات المالية أو مصاريف زيادة بتكون بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى التنقلات والاتصالات تقريبا بيكون فيه عندك نوع من أنواع النشاط ولكن بغلب عليك العصبية زي ما حكينا والاندفاع والتهور وبعض الأشياء اللي ممكن تكون فيها شوية عدم التركيز انتبه أثناء القيادة قيادتك للسيارة وأثناء تنقلاتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا إيجابية بتدعم أو بتدعم من علاقتك العائلية شوي بتعمل نوع من أنواع الاهتمام بأمور إلها اهتمام بعقار أو اهتمام بالبيت أو بأفراد العائلة أو مسائل إلها علاقة بحل مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء على المستوى العاطفي بتشكل نوع من أنواع الضغط فهي بتوترك بشكل عصبي بتظهر لك بعض الخلافات أو ردات الفعل السلبية حاول أنك ما تغامر حاول أنك ما تجازف ما تكيل الاتهامات بالفترة هاي على الحبيب أو على أحد الأحبة وخصوصا على أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الصحة تقريبا الأجواء بنقدر نحكي إنها شيئا ما جيدة ممكن تظهر بعض المتاعب العادية ولكن بدك تهتم على مستوى عملك أكثر ما تخلي أعمالك تتراكم وبرضو ما يكون عندك نوع من أنواع الإحباطات أو إنك شوي خلص يعني هيك تتشائم من قدرتك على إنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة برضو بيحملك نوع من أنواع العصبية والتقلب بالمزاج فممكن تحتد أو تعصب أثناء تعاملك مع الشريك أو أحد الأحبة ممكن خصوصا ما بين الأزواج ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو الأعباء القانونية خلال الفترة هاي أو شوي تهتم بحل مشكلة قبل ما توصل للقانون أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها فيها نوع من أنواع التهور أو الاندفاع على مستوى الأموال المشتركة ممكن تعصب من مسألة معينة أو من دين أو من شخص أنت مدينه بالطلب وبفلوس ممكن شوي يصير نوع من أنواع التسرع في بعض القرارات إلى بعض الأعمال اللي بتتعلق بالأموال المشتركة أو تتأذم مسألة إلها علاقة بقرض أو دين أو مسألة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات الخارجية ممكن شوي يكون فيها نوع من الصعوبة ممكن على المستوى القضائي شوي الأمور ما تكون لصالحك ممكن تنضغط في بعض الأوراق خلال الفترة هاي حاول تركز بالمعاملات القانونية بشكل جيد برضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تحاول تندفع أو تتهور أدرس المواضيع بعقلانية أكثر من إنها عاطفية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة بتعزز بعض العلاقات أو بعض المعارف أو علاقتك مع بعض الأشخاص ممكن تنشط ببعض المسال لإلها علاقة بالعمل أو زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعم من علاقاتك أو معارفك ما بينك وبين الأصدقاء فممكن تنشط بلقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو مجاملة أو مثلا زيارة معينة أو عيادة مريض أما بالنسبة لبيت المتاعب بيسيطر التعب عليكم حاول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تنذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك لأنه شوي ممكن يمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف المجهودات في خلال هاي الفترة برج الميزان طبعا اليوم أنت نفسيا أحسن برضو مشحون بطاقة إيجابية وعندك سرعة بديها عالية ورغبة للانطلاق أو للتواصل مع الأحبة حتى أنه اليوم أنت ملفت للانتباه أكثر براحة بالك وبشخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ضاغطة على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل أو الأعباء المالية أو المصاريف لزيادة أو مشتريات أو اهتمامات لها علاقة بعمل إضافي أو مستردات أو هبات مالية أهم شيء أنك تقلل من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والحوارات والتواصل وقدرة على الإقناع وحتى على الدراسة جيدة ممكن يكون لك اهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسيارة أو بجهاز تليفون أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الشوي بتسبب نوع من أنواع الإرباك أو المشاحنات أو القلق من مسألة معينة أو ممكن تهتم بنقاش أو مسألة عائلية أو تتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بلشت تتحسن بشكل إيجابي فممكن اليوم تنشط بتواصل أو بلقاء أو باتفاق معين بجمعك ما بينك وبين الأحبة وخصوصا ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن تراكم عندك بعض الأعمال أو تقلق من مسألة بتتعلق بالعمل أو ممكن تتوسوس من مسألة إلها علاقة بالصحة بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية بالفترة هاي عشان تتجاوز كل الضغوطات أما بالنسبة للبيت السابع فهو بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة فممكن اليوم أنه تتحاور أو تتناقش بشكل جيد أو تبحث عن شريك مالي أو عاطفي أو أوراق قانونية أو معاملات بالفترة هاي تنشط فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيضغط على الأموال المشتركة بيسبب لك بعض التقلبات والحدية وممكن أنه يظهر بعض المسائل المفاجئة اللي بتتعلق في موضوع بنكي أو موضوع ضريبة تأمين أقصات ديون مثلا تظهر على الساحة فشوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك لأنها بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضه بتدعمك على مستوى الدراسة وعلى مستوى العلم أو الثقافة أو على مستوى أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية بتدفعك أو بتجد حلول لتعزيز سمعتك أو لتطوير شيء إلى علاقة بالعمل أو حتى الاهتمام بمسائل عملية بشكل جيد أو قدرة على التواصل أو الارتقاء بالتعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه يعني أي بكرة بيبلش الجو يضغط عليك فحاول اليوم تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم وبرضو اهتم بصحتك بشكل جيد لأنه جايك فترة يومين بكون الجو ضاغط فيهم فحاول أنك تستعد نفسيا وعمليا برضو برج العقرب بالنسبة للبيت الأول اليوم شوي ماشي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن أنت مشحن بشوية عصبية أو حدية أو تسرع خلال هذا النهار فعشان هيك ما تلقي الاتهامات وما تجازف وما تغامر خلال الفترة يحاول أنك تكون هادي شوي وتركز عشان الأمور ما تنحسب ضدك تنحسب معك صحيح أنه أنت بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية في بعض الأوقات ولكن المفاجآت هي اللي رح تربكك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي جيدة وهي يعني بتعزز بعض النقاط المالية عندك ممكن تفتح لك بعض الفرص الإيجابية ممكن تعزز بعض المشتريات أو تهتم ببعض التحسينات المالية أو ترتيب وضع مالي معين أو تهتم بأمور إلها علاقة بالمستردات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك شوية العصبية بتكون ظاهرة والإنفعال بكون واضح فحاول إنك تمسك حالك من التهور ومن العصبية ممكن تنشط بالإقناع أو بإصال وجهة نظرك ممكن تحاور بشكل جيد ولكن إذا حدا خالفك ما في داعي للعصبية والحدية ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني تقريبا تظهر بعض المسائل أو الاهتمامات في بعض المشتريات أو أثاث معين أو ترتيبات معينة أو شيء بتعلق بأفراد العائلة بقارب من وجهات النظر بحل بعض المسائل بشكل إيجابي برضو بعملك أجواء جيدة على مستوى البيت بتقدر تتواصل مع أفراد العائلة أو تحل مسألة لها علاقة بالبيت أو بالعقارات أو بالمشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء جيدة بتدعم من علاقتك العاطفية بتعمل نوع من الأجواء الجيدة في فرصة للتقارب ما بينك وبين الأحبة بالفترة هاي أو تطوير علاقة أو دعم جيد بيجي منك لأحد الأحبة أو دعم الأحبة لإلك خصوصا أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الحبيب نفسه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى بيت العمل تقريبا نقدر نحكي إنك عندك طاقة عالية جدا فممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الأعمال أو إنجازها بشكل جيد وتنجزها على الكامل في منكو ممكن يهتم ببعض الشؤون أو بعض الرقاب الصحية ممكن تشعر ببعض الإرهاق من وقت لآخر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تضغط على مستوى بيت الشراكة بتسبب شوية هيك شغلات مفاجئة ممكن تخليك تحتد أو تعصب الأجواء مش مناسبة للمشاكل أو لفتح ملفات قديمة ممكن أنت تدعم من بعض المسائل بشكل جيد ممكن تهتم ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو التواصل مع أشخاص لهم علاقة بالقانون هذه فترة جيدة لتعزيز الشراكة المالية والعاطفية أو تعزيز علاقة خصوصا ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة برضو على مستوى الأموال المشتركة فبتفتح بعض الأشياء الإيجابية اللي بتساعدك اللي هي إلى علاقة بقسط أو قرض أو ترتيب وضع مالي معين أو اهتمام بتخليص بعض الأمور المالية أو اهتمام بسداد ديون أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو مشاركة في أموال يجيك داعم مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة فممكن تتوتر اليوم يعني ماشي بتنشط بالاتصالات وبالحوارات عندك سرعة بديهة عالية جدا بتنشط بالدراسة ولكن ممكن تتوتر من بعض المسائل المفاجئة أو الأسئلة المفاجئة أو امتحان مفاجئ أو تنحط في تجربة مثلا لامتحان جاهزيتك بالفترة هاي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر اليوم بزيد اهتمامك أو بيتركز اهتمامك حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو مفاجئة خلال هذا الفترة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الصعوبة في بعض المنازل فعشان هيك بدك تكون جاهز أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء جيد فعشان هيك يحمل لك نوع من أنواع التراقي أو الزيارات أو التعامل مع الأصدقاء أو حل مشكلة بطريقة عقلانية ممكن تهتم بزيارة أو مجاملة أو اتصالات تفقدية لأحد المرضى أو أحد الأصدقاء أو ممكن تطلب الدعم أو المساعدة أو الاستشارة من صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو اليوم يعني شيئا ما دعميتك فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال خلال الفترة هاي أهم شيء أنك ما تتكاسل وبرضو تعطي قدرة للاهتمام بالوضع الصحي أو الرقابة الصحية أهم شيء أنك تأخذ العلاج وتأخذ قسط كافي من الراحة برج القوس طبعا اليوم أنتو مشحنين بطاقة عالية جدا عندكو ثقة بالنفس عالية جدا سرعة البديهة عالية جدا برضو عندكو هيك شيء ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر بشكل كبير حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول أنك أنت تحقق بعض المكاسب من بعض الحضوض اللي ممكن تدعمك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني ممكن هيك تظهر بعض المسائل المالية أو المصاريف أو الاهتمامات المالية أو دعم معين بالفترة هاي أهم شيء أنك أنت ما تستسلم لا الدفعات ولا المصاريف ولا القلق ولا الوساوس المالية إيش حنحالك بطاقة إيجابية بتلاقي الأمور مشت بالشكل الصحيح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني تحمل بعض الإيجابيات أو بعض الدعم على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وبتساعدك على إقناع أي شخص بوجهة نظرك ممكن أنه شوية تكون عصب المزاج في بعض الأوقات ولكن القدرة أو قدرتك على الإنجازات اليوم عالي جدا اللي بده يروج لسلعة أو لعمل معين اليوم مناسب لإلكم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتحمل اليوم نوع من أنواع التوترات أو التقلبات أو الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو مسألة بتتعلق بالعقارات أو بالبيوت ممكن شوي تكون متوتر منها أنت ولكن إجمالا يعني ممكن أشياء تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنه شوي حامية بالفترة هاي فبتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو القلق أو المواضيع اللي ممكن تنفتح ردات الفعل السلبية حاول إنك ما تخلي هاي الأمور تسيطر اقلب المواضيع بشكل إيجابي للتحاور وبرضه في نفس اللحظة بدون عصبية ممكن تكون الفترة هاي إيجابية وممكن إنه برضو تعزز علاقتك مع حبيب بالفترة هاي إذا أبعدت عن المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل يعني بتفتح لك بعض الضغوط ممكن تقلق من مسألة عملية أو عمل جديد أو تهتم بدراسة عمل معين أو تقديم طلبات ولكن الأهم إنه أنت تركز بشكل جيد على الوضع الصحي أو من التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ لأنه في عندك نوع من أنواع الاهتمام بالشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى بيت الشراكي وبيقارب ما بينك وبين شركائك بالفترة هاي خصوصا شركاء المال شركاء العاطفي ما بينك وبين الأزواج ما بينك وبين أوراق قانونية أو معاملات أو أشياء لها علاقة بالمحاكم أو القضايا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على المستوى الأموال المشتركة تعطيك يعني قدرة على التفكير والإقناع الجيد لاستقطاب ممولين أو داعم مالي أو مستردات مالية أو أمور إلها علاقة بحل مسائل إلها علاقة بالمنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة فاليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر اللي بعيد أو أشخاص خارج البلاد أو مع أشخاص أجانب وممكن برضو تنشط بالاتصالات أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تتلقى أو تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل بالنسبة للفترة عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعد برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم أنت متقلب بالمزاج متوتر خايف من مسألة معينة محتد من مسألة معينة إشوي في القلق بيسيطر عليك أو التشاؤمية بتسيطر عليك زيادة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية الفترة هاي أحسن من اللي قبلها بالعكس أنت رح تتجاوز فترات كانت صعبة عليك وممكن تكون لصالحك في كثير من المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها ضغط مالي وممكن هو هذا الإش المقلقك ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو أمور تطوير وضع مالي أو تحسين وضع مالي ممكن تهتم بقروض أو ديون أو تسديد بعض الالتزامات الوضع مش بها الصعوبة بالعكس يعني يمكن تظهر بعض الأشياء الإيجابية لصالحك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا عصبية محتد نقاشاتك حادة قراراتك متسرعة فعشان هيك هذا الإش بضغطك سلبيا وبعمل نوع من أنواع النفور بما بينك وبين بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم احكم عصبيتك بشكل كبير ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالسيارة أو بالتلفونات أو بإشي العلاقة بالاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيد بتدعم من علاقتك ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة العائلية أو العقارية بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات القوية اللي إلها علاقة بالتقارب أو الترابط العائلي أو تهتم بمسألة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الحدية ونوع من أنواع الضغوط فعشان هيك شوي ممكن يتقلب المزاج عندك في بعض الأوقات ممكن تحتد أو تعصب فعشان هيك بدك تشحن حالك ما تصدر قرارات شوي ممكن تكون صعبة وخصوصا على أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وبتقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤساءك بالعمل وممكن تنجز أعمال مهمة جدا بالفترة ولكن الأهم اللي هي المواضيع الرقاب الصحية وزيارة الطبيب لأكثر من مرة ممكن تكون إلك أو لغيرك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتدعم من تطوير علاقتك ما بينك وبين الشريك عندك سرعة بديها وقدرة إقناع عالية فممكن تقنع الشريك بأي شيء شريك المال أو شريك العاطفي ممكن شوي يكون في نوع تفوق لأن قدرة الإقناع عندك أعلى أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع إلى التقريب بينك أو قارب بوجهات النظر أكثر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش مواضيع إلى علاقة بإرث أو مواضيع مالي أو تحصيل مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ما روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني تقريبا الأجواء على روتينيتها بتعطيك بعض الإيجابيات في بعض المسائل اللي بتتعلق بالتعليم أو الدراسة أو الأوراق القانونية أما بالنسبة إلى البيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك اليوم على مستوى بيت السمعة وبتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل اليوم تقدر تقدم على عمل أو تناقش موضوع علاقة بالعمل أهم شي أنك ما تجازف وما تغامر أما بالنسبة إلى بيتك 11 فهو بدعم من علاقاتك وما بينك وبين أصدقائك بيقارب بوجهات النظر بيحل بعض المسائل المعقدة ممكن اليوم تنشط بزيارات أو مجاملات اجتماعية أو لقاءات وممكن تهتم مثلا دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ على مستوى العمل أو يتراكم العمل عندك أو تتراكم أوراق عندك أو ممكن أشياء لها علاقة يعني بالوضع الصحي والتقلبات الصحية اللي بتكون بحاجة للرعاية برج الدلو طبعا بما أنه القمر موجود مباشرة بالك بعطيكو أشياء إيجابية عن مستوى الشراكة والآن الشمس كمان بتنتقل قاعدة بالمقابلة للكم فعشان تشعر أن طاقتك ضعيفة تشاؤمية أعلى تقلب بالمزاج عندك عالي العصبية عالية حاول أنك أنت تكون موضوعي وعصابك بارد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو الاهتمامات المالية أو المصاريف المالية ممكن تعاني من بعض الأعباء أو المشتريات أو الالتزامات اللي شوي يكون منها مربك أو مقلق بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات مخك نشط جدا تجاري جدا بترغب بأمور إلها علاقة بالسيارات أو التواصل أو الاتصالات بشكل كبير ولكن أهم إشي أنه في لحظة ما إنه واحد يناقشك إذا خالفك ما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت والعقارات والتواصل مع أفراد العائلة صحيح ممكن تظهر بعض المسائل المربك اللي إلها علاقة بالبيت زي أعطال أو نقاش أو موضوع معين ممكن يربكك ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية القوية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتقارب ما بينك وبين الأحبة بالفترة بتعمل عندك نوع من أنواع الحيوية أو القبول أو الجاذبية العالية فعشان هيك بتقدر تعزز علاقتك العاطفية بشكل قوي وبرضو طريقة التفاهم ما بينك وبين أحد الأولاد أو أولادك أو أبناءك أو الوالدين بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم الاهتمامات يعني بتهتم بمسائل العمل بشكل مكثف وأكثر عندك سرعة بديها للإقناع للترويج لمسائل العلاقة بالعمل ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وممكن يكون لك بعض الاهتمامات زي مراجعات طبية أو فحصات دورية أو الاهتمام ببعض الأدوية أما بالنسبة للبيت السابع فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهم إشي إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعم من أموركم بالشراكة المالية والعاطفية فاليوم ممكن تهتم بإنجاز بعض المسائل المالية أو تحصل على دعم معين أو ترويج العمل معين أو تطالب بالديون أو مستحقات لا إلك أو تهتم بمسائل إلا علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة ممكن تنشط بمسائل علمية أو بحثية أو تركز على أمور إلها علاقة بالتجارة والاستراد والتصدير أو أمور إلها علاقة يعني بمشروع معين ممكن يكون لصالحك بتركز كلها هاي على علاقتك مع الأجانب معلومات أو ثقافات عن دول أخرى أو أشياء بتتعلق بأوراق قانونية ومعاملات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعم من سمعتك وعلاقاتك خلال الفترة هاي ممكن تظهر بعض المسائل أو النقاشات اللي تكون ما بينك وبين زملائك أو رزائك بالعمل الأهم أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ومدفاق من المشاكل هاي لدرجة أنه يصير في تشويه للسمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية على مستوى بيت الأصدقاء طريق التعاملك أو تعاطيك مع الأصدقاء روتينية ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين صديق في مسألة معينة إما أنك تتعاونه أو تساعده أو هو اللي يعاونك ويساعدك تقريبا الأجواء جيدة وبتدعم من علاقتك وتعطيك ثقة بالنفس عالية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عشان يك ما زالت الزوايا السلبية ومشكلة في بيت المتاعب فهي بتراكم عندك بعض الأعمال تشعرك ببعض الإحباطات على مستوى العمل برضو بتخليك عندك نوع من أنواع الوسواس التقلب على المستوى الصحي ممكن تظهر بعض التعب الصحي أو المشاكل الصحية بالفترة هاي برج الحوت طبعا على مستوى البيت الأول اليوم بلشت النفسية عندك شوي تنضغط بتحس بنوع من أنواع التوتر بتحس أنه في أشياء بلشت تعاكسك في عندك شوية فطور في بعض المسائل وسواس بشتغل عندك أفكار سودة بتيجي لراسك حاول أنك ما تتشائم زيادة وحاول أنك ما تقلق حالك زيادة أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن اليوم تنجز بعض الأشياء الإيجابية على المستوى المالي وتحقق بعض الإنجازات القوية أو تهتم ببعض المسائل وتندفع أو تنشط في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال ولكن الرغبة بالمصاريف والدفعات بتكون عالية جداً بالفترة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الحوارات والاتصالات والمناقشات بشكل قوي بتقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص أو بتحل مسائل أو بتنشط بالزيارات أو بالتنقلات أهم إشي أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتمسك حالك من الحدية والعصبية أثناء النقاشات أو إذا حد خالفك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها بلشت أنواع إيجابية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن تساهم في حل مسألة عائلية أو تنشط ببعض الأمور العائلية أو العقارية أو البيتية زي مشتريات تصليحات ترميمات أو يعني نوع من أنواع التواصل العائلي الجيد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء شوي فيها نوع من أنواع أنك بتحاول تبرر بتحاول تتواصل بتحاول يعني تقنع الأحبة بوجهة نظرك أو مبررات على سبب الضغط اللي أنت عايش فيه بالفترة هاي حاول أنك أنت يعني تستغلها بنقاط إيجابية للتواصل ما يكون عواطفك جياشي توصلك لمرحلة الخوف والقلق على الأحبة على الحبيب أو على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتواصل بشكل جيد وتكون مقنع بشكل جيد بدون عصبية وحدية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل الفترة هاي بتضغطك فاليوم ممكن يبدأ العمل بالتراكم تدريجي عندك إنجز فقط ما بوسعكم من من العمل دون المبالغة في ذلك بدك تنتبه لغذائك وراحتك ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة الأمور اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضع صحي معين خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فممكن اليوم تظهر بعض النقاشات الحدي أو الخلافات أو يعني يتقلب المزاج أثناء تعاملك مع الحبيب خلال الفترة هاي خصوصا الزوج أو شريك المال ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة الأجواء جيدة فممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة أو تراجع في وثائق أو معاملات أو تطالب ديون لإلك الفترة هاي أو دعم أو مستحقات لإلك أو تهتم بأمور العلاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني مشحون بطاقة بتقدر تتواصل بكل ثقة ولكن تظهر مسائل شوي معقدة ممكن تقلق من امتحان أو من مواجهة أو بيكون في قلق على موضوع العلاقة بالسفر أو على شخص من جنسية أجنبية أو يعني تفتح لك مجال التعارف على أشخاص من هذا النوع أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السوم على أجواء جيدة فممكن اليوم تنجز الأعمال اللي عندك صحيح أن الجو ضاغط على بعض الأشياء ممكن يتراكم العمل ولكن عندك قدرة على التعاون فإذا تعاونت أنت وبعض الزملاء على إنجاز هاي الأعمال بتكون يعني الأمور ممتازة لأنه هاي فترة تشاركية بإنجاز الأعمال ممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فمزالت الأجواء متوترة تحمل نوع من أنواع الاستياء أو المشاحنات أو التقلبات بالمزاج أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء ممكن شوي يكون عندك ردات فعل سلبية اتجاه بعض الأصدقاء وممكن اليوم تنشط في اتصالات معينة أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة ولكن أهم إشي ابعد عن الانتقادات أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا جيدة برضو هنا تعطيك دافع لتعزيز علاقتك على مستوى العمل إنجاز أعمالك ما تخليها تتراكم برضو انتبه لغذاءك لراحتك انتبه لوضعك الصحي من التقلبات الصحية فالفترة هاي بتحمل قلق إما على صحتك أو على صحة أحد الأحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا